صيادون من أنحاء كازاخستان تجمعوا في منطقة ألماتي شرق البلاد للمشاركة في المسابقة الوطنية السنوية للصيد بالصقور والتي تقام هذا الشهر ويتجمع لدى هذه الفعالية أفضل الصائدين بالصقور في البلاد لإظهار مهاراتهم في التعامل مع هذه الطيور الجارحة والتنافس بإبراز براعتها في الصيد وهذا التقليد القديم في كازاخستان الذي يقال إن تاريخه يرجع لأكثر من ثلاثة آلاف عام كان يمثل شرياناً للحياة بالنسبة لسكان البلاد إذ كان الصيد بالصقور هو مصدر إطعام عائلات بأكملها وينظر إلى تقليد الصيد بالصقور في كازاخستان على أنه رمز لحياة الماضي التي تتسم بالترحال والتنقل في أرجاء البلاد وكان الصيد بالصقور تقليداً محظوراً على نطاق واسع إبان الحقبة السوفيتية لو لا إصرار بعض القبائل العرقية الكازاخية في الصين ومنغوليا على المحافظة عليه